اهلا بكم إلى خلف الجدار نتنياهو فاز بأعجوبة فكيف انقلبت كل الموازين فجأة لصالح اليمين وكيف سيكون أداء النواب الفلسطينيين بعد التقدم الكبير الذي حققوه في انتخابات الكنيسة أما أونلاين فحركة حماس تفعل التواصل مع متابعيها بوسمة اسأل حماس هذه مواضيع خلف الجدار لهذه الليلة والآن نذهب إلى بعض الأخبار التي اخترناها لكم كشفت مجالة تايم الأمريكية أن بن يمين نتنياهو حاول إلغاء لقاء رئيس الموساد بوفد المجلس الشيوخ الأمريكي في إسرائيل إلا أن نتنياهو تراجع عن هذه المحاولة إثر ضغوط أمريكية خصوصا أن الموساد أفهم الوفد أن فرض عقوبات على إيران سيدر بالمحادثات النووية خلافا لموقف نتنياهو من الأمر ومن جهة أخرى تستأنف وحدة التحقيقات في قضايا الفساد والجريمة المنظمة في الشرطة الإسرائيلية التحقيق في قضية مصرفات منزل نتنياهو وفي خبر ملفت تقلت نيويورك تايمز عن جهات في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية وفق حدود 67 وفي الخبر الأخير أمر الوزير لكوديغ العاد إردان في أن تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية طالبا من أمريكا اعطاء أجوبة للهواجس الأمنية الإسرائيلية هذه إذن بعض الأخبار في بداية حلقتنا الآن نذهب للنقاش ترجمة نانسي قنقر بسحر ساحر انقلب كل شيء رأسا على عقب ما أن شق فجل الثامن عشر من أذار خيوطه الأولى حتى نشرت أولى خيوط النتائج الرسمية اليكود يكسح بثلاثين مقعدا مقابل أربعة وعشرين المعسكر الصهيوني كيف نسج نتنياهو خيوطه في الأيام الأخيرة قبيل الاقتراع كيف ستطع يقلب التوقعات وينقذ حياته السياسية هذا ما سنعرفه الآن مع دكتور عباس إسماعيل المختص في شن إسرائيلي أهنبك دكتور عباس والبداية تكون لهذا التقرير من التلفزيون الإسرائيل איך הצליח הקוסם מרחוב בלפור לצמצם את הפערים בסקרים הכתבה של מואז ארדי נראה מעשה קסמים ממצב בו נראה היה שנתניהו עומד להפסיד את הבחירות הללו הוא הגיע חלילה כמנצח הגדול רק ביום שישי האחרון הוא פיגר בסקרים בארבעה מנדטים אחרי הרצוג בתוך ארבעה ימים בלבד הוא מוסיף עשרה מנדטים הוא מנחיל נוקאוט להיריבו איך הוא עשה זאת? מה בעצם קרה כאן? אפשר לשאול לטענת הטעות בסקרים המוקדמים בסוף השבוע הסקרים שיקפו מצב אמיתי אלא שבשבוע האחרון נתניהו פותח בבליץ עם מסר אחד ממוקד מה שזכה לכינוי קמפיין הגבלט אם תצביעו למפלגות ימין אחרות השמאל יעלה לשלטון במקומנו ועם המסר הזה הוא מתחיל לחרוש את השטח בתוך יממה אחת למשל הוא ביקר פעמיים בעיר נתניה חלף סוף השבוע וביום ראשון מתייצב נתניהו בקיקה רבין בעצרת הימין למרות שרוב המפגינים היו אנשי התנחלויות מצביעי בנט נתניהו חוזר על המסר כמו מנטרה נתניהו פעל בשתי חזיתות מול בוחרי בנט נצמד נתניהו הכי ימינה שאפשר הרחיק לכת כולל הצרה כי אם היא בחר לא תקום מדינה פלסטינית בחזית השנייה נתניהו יצא בהבטחה הכי קובלת שאפשר מול משה כחלון כדי לגרום למצביעי הליכוד שנטשו לטובת כולנו לחזור הביתה לליכוד אבל יותר מהכל נתניהו החליט בשבוע האחרון לחזור על מסר שפונה אל הרגש של בוחרי הימין של מלחמת השבטים בין השבט הלבן העשיר לכאורה לבין שבט הימין מלחמת האנחנו מול ההם וזה אכן היה בליץ תקשורתי נתניהו שכמעט ולא התראיין לתקשורת הישראלית בשנים האחרונות עלה לשידור בימים האחרונים בכל ערוץ נישה בכל תחנת רדיו לא מתאמץ לענות על שאלות המרעיינים אלא בא לעבוד בימים האחרונים נתניהו אפיקצין את אמירותיו כולל האמירה ביום הבחירות שהערבים נוהרים לכלפיות בהצבעה מאורגנת אבל השינוי שהחל להתגבש בשטח עבר מתחת לרדאר של הסוקרים אתמול בערב המתגמים הרואו עדיין רק צמצום של פער הבוקר התעוררנו למציאות שונה לגמרי تقريبا في هذا التقرير استعرض معظم العوامل التي أدت إلى فوز بن ימין נתניהו واليكود في النهار الانتخابات مع أن كل التقديرات كانت تشير إلى تقدم معسكر الصهيوني الخطة التي اعتمدها بن ימין נתניהו دكتور عباس كانت ناجحة يعني كل ما قام به كل حركة التي قام بها قبيل نهار الانتخابات أدت إلى هذا الفوز الكاسح صحيح نتניהו منذ البداية كان يدرك بأن قوة الناخبين أو خزان الناخبين الذي يمكن أن يأخذ منه أصواتا موجودة في اليمين ودائما كنا نتحدث خلال فترة الطاقة أن المعارك الانتخابية لا تجري بين معسكر ومعسكر إنما تجري داخل المعسكرات بن يمين نتניהو يدرك بأن إذا أراد أن يحصل على مقاعد أكثر فعليه أن يأخذها من أحزاب اليمين الأخرى التي سبق لها أن أخذت منه أصواتا ولذلك وجه حملته في هذا الاتجاه أخذ من كل حزب يميني أهم في حملته الانتخابية وتبناه وتوجه به إلى الناخبين اليمينيين إذا إضافة بأنه إذا لم يعطيه الناخبون اليمينيون أصواتهم فهذا يعني أن اليمين كله سينهار وأن اليسار سوف يسلم الحكم لاحظنا بأنه مثلا أخذ من أفكدور ليبرمن العنصرية ضد العرب ضد فلسطيني 48 وأخذ من بنت العنصرية والمواقف المتطرفة ضد الفلسطينيين والدولة الفلسطينية وأخذ أيضا من كحلون الحديث عن البعد الاجتماعي ووجه لسالة في كل هذا الموضوع بمعنى أنه للعرب قال لليمينيين بأن العرب سوف يؤدون إلى سقوط حكم اليمين واستخدم تعبير عنصرية عندما قال بأنهم يصوتون بكميات كبيرة بهذا التعبير بكميات كبيرة وبالحافلات وبالنسبة لجمهور بنت تحديدا البيت اليهودي تبرأ نتنياهو من خطاب بر إيلان وقال فجأة ليلة أنه في أيام حكومته لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالنسبة لجمهور كحلون الذي جزء منه أتى من الليكوت قال له بأنه سوف أعطيه وزارة المالية وهذه الرسائل لم يقلها بن يمين تنياهو مرة واحدة قالها 49 مرة في عضون أيام بمعنى أنه أجر 49 مقابلة تلفزيونية وصحفية أكثر ما أجر في كل حياته في ست سنوات وكل من أراد أن يجري مقابلة تلفزيونية إعلامية مع بن يمين تنياهو كان يعطيه بمعنى أنه لم يترك قطاعا من القطاعات الإسرائيلة حتى أن هناك إذاعات ومواقع إنترنت لا يسمع أحد بها إلا قطاع ضيق من المهور الإسرائيلي أعطاه بن يمين تنياهو مقابلة ولو أخذنا كل المقابلات لتأجرها بن يمين تنياهو لو وجدناها متشابهة قالوا في التقرير لم يذهب إلى المقابلات ليسمع الأسئلة إنما ليتكلم ما يريد أن يقوم يمرر الرسائل إلى الجميع إلى كل الإسرائيليين وبالتالي بهذا نجح في أن يوصل الرسائل التي يريد وفوق هذا كله كان يخود حملة تخويف كبيرة جدا هو كان يدرك منذ البداية تذكرين في أحد المرات عندما تبين بأن هيرتسوك يتقدم على نتنياهو باستطلاعات الرأي على مستوى الأحزاب بينما كان نتنياهو يتقدم على هيرتسوك على مستوى الرأي العام الإسرائيلي كان السؤال كيف؟ كان الجواب بأنه لأن حزب الليكوت قد يأخذ أقل من المعسكر الصهيوني ولكن كل ناخبي الليكوت اليمين الذين هم أكثر من ناخبي الوسط واليسار سيعطون بنيمين نتنياهو هذه هي المعادلة بمعنى أنه منذ البداية معسكر اليمين الرأي العام الإسرائيلي هو يمين نحو اليمينية أكثر من الوسط واليسار عندما شعرت أغلبية الرأي العام اليميني بأن حكم اليمين في خطر فتجابت لبينامين نتنياهو حتى عامل ذهابه إلى الأحياء ويحكى تم الحديث عن اجتماع حصل قبل الانتخابات مع ناشطين تحديدا في المستوطنات وفي المناطق التي فيها ناس يمينيين بشكل كبير وكان هناك عمل حقيقي بعد هذا الاجتماع هذه الحركة حتى على المستوى الميداني كيف فعلها بنيمين نتنياهو بعد هذه الأحصائيات التي كانت تعطيه خسارة هو بالدرجة الأولى عمل على استقطاب على مخشية الجمهور اليميني من فوز المعسكر اليميني واليسار واستغل كثيرا الحملة الإعلامية والدعائية التي خادها معسكر الوسط واليسار ضد بنيمين نتنياهو من أجل توظيفها بخدمة حملتها الانتخابية مثلا هناك عدة عوامل لعبت دور في هذا الموضوع وأحد هذه العوامل مثلا التعبير لأحد الرسام الذي شارك في يائر قربوز الذي شارك في مظاهرة اليسار الذي وصف الجمهور الشرقي والتقليدي والمتدين بأنه حفنة ممن يقبلون التعويذات هذا أحدث ردة فعل قوية عند هذه الشرائح نتنياهو كان يدرك وهذا الآن يتحدث به قسيم ناس يدرك البعد القبلي والغرائذي عند الناخب اليميني عمل على هذا الموضوع اليمين الإسرائيلي صوت بطريقة غرائذية بطريقة فعلا يعني يمكن بكل تجرد القول أنها لا تختلف أبدا عن طرق التي يصوت فيها الناخبون في دول العالم الثالث لم يعد يستصيع أحد أن يقول بأن هناك رأي عام في إسرائيل يصوت بطريقة تندرج دون معيير الديمقراطية الحقيقية وملاحظة فقط إذا نشيرها حزب الليكود لذا لديه برنامج انتخابي لم يقدم برنامج انتخابيا حزب الليكود كان إلى ما قبل أيام في وضع لا يحسد عليه أبدا وإذا تأملنا في الأرقام التي أخذها حزب الليكود والأرقام التي أخذتها الأحزاب اليمينية ندرك جيدا بأن الصوات التي أخذها الليكود لم يأخذها لا من حزب العمل ولا من حزب مارث ولا من العرب أخذها من الأحزاب اليمينية الأخرى حزب بنت بالحد الأدنى كان لديه 12 مقعدا في انتخابات السابقة الآن لديه ثمانية مقعد بس دكتور عباس فقط لوضح لنا نقطة يعني معناها أن الأحزاب الوسط واليسار لا تستطيع أن تستقطب هذا الجمهور اليميني ليس لديها قدرة على استقطاب هذا الجمهور اليميني لو مهما فعلت هذا منذ اليوم الأول المعركة الانتخابية لم تكن أبدا كالت بين معسكرين يعني كانوا يعوّلون على أن لا يذهب الجمهور اليميني بكثافة للتصويت هذا هو التعويل لكي تربح أحزاب اليسار كان هناك يعني التمني أكثر هو أن الصوت اليميني إذا تشتت إلى مجموعة من الأحزاب هذا يجعل القوة اليمينية قوة الصوت اليميني يتوزع لمجموعة من الأحزاب لا يأخذ أي واحد منها عدد من المقاعد أكبر من عدد مقاعد المعسكر الصهيوني في هذه الحالة كانوا يمنون النفس بأنه إذا حقق المعسكر الصهيوني عدد من المقاعد أكثر من حزب الليكود هذا قد يعطيه فرصة بأن يتم تسمية رئيسه هيرتسوق لتشكيل الحكومة لذلك كانت المعركة في البداية على تقليص الفجوة ومن يتصدر الرياضة فيما بعد تبين بأن الرياضة كانت للليكود والفجوة كانت بحيث أنه لم تترك هناك أي مجال لحزب آخر ربما يكون النتيجة الأقصى التي خرجت بها الانتخابات بالنسبة لكثير من الأحزاب الأخرى هو أنها ضربت هامش المناورة عند الجميع يعني كان الكل يتوقع إذا كان هناك نوع من التوازن هذا يعطي هامش مناورة لكل الأحزاب ويعطي هامش المناورة للرئيس ولحزب العلي المعسكر الصهيوني نتيجة 30 مقابل 24 ضربت هذه هامش المناورة لم يعد هناك فرصة أمام هيرتسوغ ليشكل الحكومة لأنه لا يعقل أنه يكون فرق ستة مقاعد بينه وبين الليكود ويأتي من يكلفه لذلك كان هذه النتيجة قاسية جدا ضربت هامش المناورة توجت بنامي ناتنياهو رئيسا للحكومة حتى قبل أن تجرى المشاورات الرئاسية نحن نشاهد الآن النتائج النهائية مع المشاهدين بإمكانهم الاطلاع بشكل مفصل أكثر على عدد الأصوات عدد المقاعد والفرق بين مقاعد هذه الكنيسة والكنيسة السابقة وكيف حصل التراجع وتقدم لبعض الأحزاب بالحديث عن الأرقام استطلاعات الرأي ليلة الإعلان عن النتائج ارتكبت مجزرة حقيقية بالأرقام بالبداية لحظنا التشتت على القنوات الإسرائيلية قناة تعطي تعادل قناة تعطي تقدم لليكوت قناة تعطي تقدم للمعسكر السنين لم يكن هناك حتى اتفاق على رؤية معينة وعلى وضع معين إلى أن جاءت النتيجة بعد 12 ساعة بنتيجة مغيرة كليا للاستطلاعات لماذا أخطأت استطلاعات الرأي لهذا الحد؟ وهل هي سابقة أم حصلت سابقا؟ يعني استطلاعات الرأي ربما كان السؤال الأكبر في إسرائيل هو هذا تفضلت به كيف حصل ما حصل أن استطلاعات الرأي أخطأت بهذه الطريقة وبهذا المستوى النقطة الأولى التي يمكن قولها بالنسبة لإستطلاعات الرأي أنها ومن دون أي مبالغة هي من أنقذ بنيمينة يحو يعني البعض قد يعتبر بأن استطلاعات الرأي شعر بالخطورة هي أنقذت بنيمينة نتنياهو وهذه بنيمينة نتنياهو استفاد منها كثيرا وحتى أنه ذكر في بعض وسائل الإعلام أنه قبل عشرة أيام تقريبا جاء باستطلاع الرأي اللي بنيمينة نتنياهو يرد فيه أنه هو يأخذ بينه 50% من رأي الجمهور بأنه ملائم لرئيس الحكومة بينما هيرتسوغ يأخذ دون الأربعين فقال لهم أريد أن أعمل حتى أصبح 50% بمعنى أنه كان في البداية يعمل أو لديه مصلحة بأن يبدو وكما لأنه يهزم في الانتخابات لكي يقوم في هذه الحملة في الأيام الأخيرة عندما أعطت استطلاعات الرأي تقدم لهيرتسوغ على بنيمينة نتنياهو ذكرنا أيضا في التقطة السابقة أن بنيمينة نتنياهو سوف يعمل على تحويل التهديد إلى فرصة ونجح في هذا بشكل كبير التهديد الذي عرضته استطلاع الرأي حواله بنيمينة نتنياهو إلى فرصة من خلال حملة التخويف من خلال حملة أن الليكوت في خطر اليمين في خطر العرب يسيطرون على الحكم وبالتالي أن العالم كله يعمل ضد بنيمينة نتنياهو أجل المقابلات الصحفية 49 مقابلة تقريبا ونتنياهو ظهر بأنه يفهم الجمهور السيدة أكثر من كل المعلقين والمحلين والمتابعين والآن الكل في إسرائيل يقر بهذه الحقيقة يعني قام بحملة دعاية ناجحة لكي يحصل ما يحصل رغم الانتقادات التي كانت توجهها أما لماذا أخطط إصطلاعات الرأي التقدير في إسرائيل أن إصطلاعات رأي إلى تجارة حتى نهار الجمعة قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام من الانتخابات كانت تعقص حقيقة الواقع وكان هناك في نسبة للمترددين الذي حصل في يوم الانتخابات هو واحد أن هذا ما يبرر به الذين مسؤولون عن إصطلاعات الرأي أن قسم من الإسرائيلين تقريبا 30% لم يتعاونوا البعض أعطى أجوبة خاطئة وهم اضطروا إلى أن يوقفوا الاستطلاع قبل ساعة ونصف لكي يحصدوا النتائج وبالتالي هم وقعوا ضحية عدد كبير من ناخبي الليكود الذين لم يعطوا أصباتهم بشكل صحيح والمفارقة أنه إصطلاعات الرأي الثلاثة عندما عطت نتائج عند الساعة العاشرة في الليل عندما اصدرت النتيجة كانت جدا متقاربة ما بين القناة الأولى والقناة الثانية والقناة العاشرة لجهة القول بأن هناك تعادل ما بين الأحزاب باستثناء أحدهم أعطى تقدم صوت واحد حصل هناك خطأ تقني في القناة الأولى حصل هناك خطأ تقني قيل أنه خطأ بشري العامل الذي يعمل على الكمبيوتر أخطأ في إدخال النتيجة المزيع كان يقول 27-27 النتيجة خرجت 23-24-27 وهذا نحن أيضا وقعنا ضحية له ولكن على كل محطات كانت متقاربة ولكن لا يوجد هناك شك بأن هناك كان أسئلة كبيرة جدا ولكنها كانت بعيدة جدا عن النتيجة في كل أحوال التي صدمت الجميع كما كنا نقول أن نتنياء استخدم أكثر من سلاح لكي يستدرج الناخب لانتخابه وانتخاب حزبه من هذه الأسلحة كان التخلي عن حل الدولتين الذي كان قد التزمه في خطابه الشهير في بار إيلان لدولة فلسطينية لا يمكن في عهدي رئيس حكومة أن يكون هناك دولة فلسطينية نشهد هذا التقرير عن هذا الموقف لبني من نتنياء اليوم לפני הבחירות אמר נתניהו כי אם יבחר לא תקום מדינה פלסטינית ומה שנתפס כאן ומעבר לים כחזרה מנאום בער אילן הערב מזדרז נתניהו להרגיע את הקהילה הבינלאומית ולמעשה חוזר בו מהצרתו ערב הבחירות הוא מסביר כי כרגע התנאים אינם מאפשרים פינוי שטחים ומתן מדינה לפלסטינים אך מבהיר כי הוא נשאר מחויב לפתרון שתי המדינות הלילה דווח כי בתגובה לאמירותיו של נתניהו שוקלים בבית הלבן לתמוך בהצעת החלטה באום שתקרה למדינה פלסטינית בקווי 67 הם השמרו בממשל כי הם מוטרדים מאוד מדבריו של נתניהו ביום הבחירות על הצורך להתגייס מול הערבים הנוהרים אל הקלפי נתניהו מבקש כעת להסביר כי מדובר בכלל באי הבנה יום וחצי לאחר שהתברר כי נתניהו נבחר ברוב מוצק ליכונה נוספת הנשיא אובמה עדיין לא התקשר לברכו כמקובל לכל צד בתקשורת האמריקנית מספר את הסיפור לפי השקפתו נתניהו מבקש היום לשדר צפירת הרגעה לוושינגטון הבעיה היא שבין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית יש משבר אמון קשה ומתמשך איזה هذا كان جزء أساسي من الأصوات التي صبت لصالح بن يمين נתניהו وهذا يعني يبرز بشكل واضح واستفتاء على ما هو ميل الشارع الإسرائيلي الآن إذا أردنا ننظر إلى خارطة لكنيست دكتور عباس من هي الأحزاب التي ربحت ومن هي الأحزاب التي خسرت في هذه الانتخابات الرابح الأكبر خسرت طبعا من الفهم السياسي الرابح الأكبر هو حزب الليكود من دون منازع ملاحظة أن حزب الليكود فوز الليكود جاء على حساب كل أحزاب اليمين بن يمين نتنياهو من أجل فوزه ضرب كل أحزاب اليمين البيت اليهودي تلقى ضربة قاسية جدا على سبيل مثال هبط من 12 مقعد إلى ثمين مقاعد والآن يوجد خلافات في داخله قد ينشق بيتنا هبط من 13 مقعد إلى 6 مقاعد حزب يشاي زال عن الخارطة الأحزاب شاس واليهود تراجعت قوتها كل الأحزاب اليمينية تلقت ضربة كبيرة جدا فاذا نتنياهو حقق الانتصار الأكبر في المقابل الأحزاب الأخرى صحيح أن المعسكر الصهيوني زاد نسبة قوته من حصل المقاعد مقارنة بالكنيسة السابق ولكن هذه القوة لا تمنحه أي فرصة لتشكيل الحكومة الآن أو فرصة ضعيفة جدا إذا ردنا أن نبقي خيارا أعطينا خارطة المعسكرات يعني الآن المعسكر اليميني هو الأقوى لأن مشاي كحلون إلى جانبه سيسمي نتنياهو أين أصبحت هذه المشاورات يعني الآن نتنياهو أعلن صراحة أنه السيناريو الأفضل والفرصة الأكبر هي أمامه تشكيل حكومة يمينية الصرفة هذا ممكن أن يمنحه 67 عضو كنيسة إذا حسبنا اليكود مع البيت اليهودي مع حزب يهودتها طورا مع حزب شاس مع حزب إسرائيل بيتنا ومع حزب موشي كحلون حزب كولانو إذا رفض موشي كحلون أن يدخل في هذه الحكومة لا يمكن لبن يميني حزب هناك مستقبل إما إلى حزب المعسكر الصهيوني كلاهما حتى الآن أعلن أنه لن ينضم إلى حكومة مع بنيمين نتنياهو الآن هذه الحكومة الممكن أن تشكل إتلاف الحكومة المقبل ممكن أن يشكل الجيد به أو القوة نقطة القوة بالنسبة لبنيمين نتنياهو أنه الحزب الأقوى وأنه بين الفارق بينه وبينه ثاني قوة في الإتلاف قد تكون هو أنه أقوى منها بضعفين ولكنه أيضا المشكلة بالنسبة لهذه الإتلاف أنه سوف يكون رهينة لكل حزب من الأحزاب خاصة الحزب مشي كحلون لأنه لديه عشرة مقاعد ومن هنا بدأت المشاورات وحرب الشروط والشروط المضادة هناك بنيمين نتنياهو يواجه الآن سيفواجه عقبات لها علاقة بكافية توزيع الحقائب بدأ الصراع بين أفيكدور لبرمن الآن يريد وزارة الأمن بنت أي وزارة أيضا يريد وزارة الأمن كل حزب لديه مطالب ويقول إذا لم تعطني هذه الحقائب الوزارية أنا أدخل الحكومة وفي المقابل هناك قناع بقول أن كل هالأحزاب ليس لها خيال سوء أن تدخل الحكومة مشكلة بالنسبة لبنيمين تنياهو الآن بتوزيع الحقائب مشكلتين الأول أن هناك قد ثن قانون يحدد عدد الحقائب 18 وأن عدد الحقائب التي سيوزعها إذا أعطى كل حزب الحقائب النوعية التي يريدها ماذا يعطي لحزب الليكوت هذا قد يخلق مشكلة لكن الملاحظ عاد قويا بنيمين نتنياهو داخل ليكوت بعد هذا النتاح عاد قويا في كل إسرائيل هو الآن الرجل الأقوى هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بنيمين نتنياهو الحكم بهذه القوة صح أن هذه الولاية الرابعة لكنه الآن هو الرجل الأقوى في إسرائيل منذ مناظر بصرف النظر شبهوه ببنغوريون في السبعينيات من حيث عدد الولايات هذه الرابعة ولاية وإذا أكملها أربع سنوات قد يتجاوز بنغوريون بعدد السنوات التي خدمها بصرف النظر عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى أن بنيمين نتنياهو يعود الآن يمكن القول بأن الناخب الإسرائيلي اختار بنيمين نتنياهو يعني اختار خياراته المتطرفة اختار خياراته اليمنية اختار خياراته العنصرية والناخب اليميني لم يأبه بالتحولات والتعرجات التي يقوم بها بنيمين نتنياهو أن يعلن قبل ليلة الانتخابات أنه يتراجع عن دولة الفلسطينية أن يكذب بشأن العرب الذين يأتون ويقول عنهم بشكل عنصري فالفضائح التي تطاله وتطال عائلته وتطال زوجته العلاقة مع الولايات المتحدة يعني كلها نسيت يعني بعد فور انتهاء الانتخابات عادة لي يتراجع يقول قال لا أنا لم أنفي أنني ضد بناء الدولة أو قيام الدولة الفلسطينية الآن قوانين سنت في حكومتها السابقة الآن هو يريد أن يغيرها لكي تسير الأمور وفق رغبتي قانون الحكومة 18 وزيرا يسعى لكي يعدله الآن إلى 22 قوانين لها علاقة بالمتدينين يعني مريد أن أقوله أنه بن يمين ينقلب الآن كما انقلب في حملة الانتخابية على كل شيء هو قال هذه معركة مصيرية انقلب على كل شيء استخدم كل الوسائل استخدم كل الأسليم لكي يفوز الآن أيضا ينقلب على كل شيء يستخدم كل شيء لكي يبقى ويؤسس حكومة مستقرة والملاحظ أنه خاصة بموضوع الدولة الفلسطينية الآن بعد أن خاطب في الانتخابات الجمهور الإسرائيلي الآن بدأ عادل يخاطب المجتمع الدولي أولى المقابلات التلفزيونية بعد الانتخابات لم يجريها مع وسائل إعلام إسرائيلية أجريها مع وسائل إعلام أمريكية وجه رسائل الإدارة الأمريكية لكي يعيد الود إلى هذه العلاقة ولكي يثبت الأمور أفضل طيب التبقى لدينا قليل من الوقت لابد من التوقف عند الكاريكاتور بعض الكاريكاتور الذي نشره في الصحافة الإسرائيلية ولكن قبل الكاريكاتور نشاهد أوكي خلاص يارى قررت الكاريكاتور الآن هذا بن يمين نتنياهو الساحر وصف بالساحر فعلا وصف بالساحر والآن ضحية الساحر هذا نفتة لبنت الذي كان الضحية هذا بن تدخل الصندوق هو كان ضحية أكبر لبن يمين نتنياهو الكاريكاتور الثاني هذا واضح صندوق نتنياهو وهرتسوك في صندوق الاقتراع هرتسوك مكتوب استطلاعات في صندوق الاقتراع بين أمين نتنياهو مكتوب شعار القائمة التي ربحت يعني هرتسوك ربحها في الاستطلاعات ونتنياهو ربحها رئاسة الحكم الصورة الأخيرة التي سنختم معها الثاني يوم بعد الانتخابات بعد إعلان الفشل معسكر السهيوني تبي لفني وزوجها وهرتسوك وزوجته على شاطئ البحر يعني من سأل يوم ديان ماذا فعل في يوم الخصارة هذا الصنائي وأين ذهب كان على البحر بينما كان بن يمين نتنياهو يذهب إلى المسجد الأقصى الشريف ويذهب إلى حائط ساحة البراق ويدع ورقة كان أيضا البعض توقف عندها لمعرفة الفارق بين هاتين الشخصيات دكتور عباسو في هذا الكنيسة هناك أربعين عضو كنيسة جديد هناك ثمانية وعشرين امرأة وهو الرقم الأعلى بالكنيسة تاريخيا أن يصل عدد إلى ثمانية وعشرين امرأة هذا نعم ومن هذه الثمانية وعشرين امرأة ستكون معنا امرأة في المحور التالي وهي امرأة فلسطينية أصبحت عضو كنيسة أتمنى أن تتابعوها مشاهدينا أشكرك دكتور عباسو معيد وهذا ربما المرة الأولى في الكنيسة يكون هناك امرأتان عربية على قوائم عربية غير صهيونية شكرا لك دكتور عباس المختص في شأن إسرائيلي إذن بعد الفاصل سنكون مع عضو كنيسة عيدة تومان ينتحدث أكثر عن قائمة المشتركة وفوزها في هذه الانتخابات اتبقوا معنا مشاهدينا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد إلى خلف الجدار الفلسطينيون خاضوا معركة الكنيسة التي أثمرت عن 13 عضوا ومرتبة سالثة في الترتيب العام للأحزاب نسبة مشاركتهم ارتفعت أيضا وأظهرت رغبة لدى الشارع الفلسطيني بإحداث تغيير مدفوعا إليه من الوحدة بين الأحزاب العربية الأربع عضاء الكنيسة الجدد هل سيفون بوعودهم كيف سيكون حضورهم حضورهم عفوا في ظل حكومة يمين متطرف متوقع نسأل كل هذا إلى السيدة عيدة تومان عضو الكنيسة عن قائمة العربية المشتركة وهي أيضا تمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدثنا من الناصر أهلا بك سيدة عيدة وقبل الأبدأ معك الحوار اسمح لي أن نذهب والمشاهدين إلى تقرير لزاملتنا هناك محمد انتهت الانتخابات الإسرائيلية بمفاجأة لم يحسب لها كثيرا حزب الليكود بزعامة نتنياهو تفوق على منافسه المعسكر السهيوني بستة مقاعد حاصدا ثلاثين مقعدا ما يعني أنه حصن نفسه في الشارع الإسرائيلي وزاد من قوته ما قاله نتنياهو يوم قبل الانتخابات فأنه سيضمن ويلتزم بألا تقوم دولة فلسطينية في الدورة القادمة هو انعكاس لهذا التصويت أو أن التصويت هو انعكاس لهذا الموقف في هناك ميل كبير لدى الشارع الإسرائيلي بعدم الانسحاب بعدم إقامة دولة فلسطينية في يوم الانتخابات اعتمد الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية على عنصر الفزاعة تجاه العربي والترهيب من نسبة التصويت الآخذة بالارتفاع لديهم لحث الإسرائيليين على التصويت فيما اعتبر الفلسطينيون التحريض ضدهم محفزا آخر لرفع تمثيلهم في الكنيسة نقول شكرا لشعبنا شعبنا هو صانع هذا التحالف وبطل هذا التحالف شعبنا نادى ونحو لبينا اندداء في ظل حكومة يبدو أنها ستتألف من معسكر اليمين المتشدد برئاسة نتنياهو سيكون من الصعب على ثلاثة عشر نائبا عربيا انتخبوا ضمن القائمة المشتركة التصدي لسياستها ولكن باستطاعتهم بعد أن يشكلوا مصدر إزعاج لها سأبدأ من الفكرة الأخيرة التي قالتها زاميثة أنا أم حميد معك سيدة عيداء ثلاثة عشر عضو كنيسة مقعد زادة زدتم مقعدين عما كنتم عليه كنواب فلسطينيين في السابق كنتم أحد عشر ولكن الميزة أنكم موحدون لديكم سياسة واحدة وكلمة واحدة هل صعب الآن ما زال صعب التصدي لحكومة يمنية متوقعة تشكيلها من قبل من يمين نتنياهو؟ وفي المقابل ما هو الإزعاج الذي من الممكن أن تشكلوه أنتم كثلاثة عشر عضو كنيسة عفوا عضو يعني داخل كنيسة صحيح أن تشكيل حكومة يمينية هذه المرة يصعب علينا عملنا البرلماني القادم ويطرح مجموعة من التحديات أمامنا سيكون علينا أن نجابحها وبصلابة بحيث نكون معارضة نضالية فاعلة داخل الكنيسة ولكن كون هذه الحكومة ستجكل على أغلب التقدير من اليمين المتطرف في إسرائيل بحيث تشمل حزب يسرائل بيتينه وبيتنا والبيت اليهودي وما إلى ذلك من أحزاب عنصرية عمليا سيجعل أولا الخطر الحقيقي على كل قضية أو مسار تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الأمر الذي أعلن عنه يومين قبل الانتخابات نتنياهو حيث وعد الجمهور بأنه سيمنع إقامة مثل هذه الدولة من ناحية أخرى طرح نتنياهو خلال يوم الانتخابات ما سمي بفزاعة الصوت العربي أو عمليا نزع الشرعية عن الصوت العربي في الانتخابات ومحاربة الحق الأساسي والأولي الذي تمنحه المواطنة في أي دولة لأي إنسان عمليا ما هو اتهمنا اتهمنا بأننا مارسنا هذا الحق واتهمنا بأننا خرجنا بالنسبة له كان هذا تهديد ومحاولة مفضوحة ووقحة لتقسيم المعادلة إلى إما هم وإما نحن إما اليهود وإما العرب في هذه الدولة بالتالي هذا يؤشر تماما إلى أين متجهة هذه الحكومة وما هي نوعية السياسة التي سيقوم بها نتنياهو في الماضي هو مارس السياسة ذاتها ولكن كان هناك بعض الكوابح من بعض الأحزاب الأحزاب المركز أو أحزاب حتى تميل إلى اليمين ولكن على الأقل كان لها بعض المواقف والاختلافات البسيطة اليوم ندخل إلى وضعية فيها حكومة ليس لديها كوابح أو ضوابط على الأغلب قد حضرت حزمة من القوانين سيتم طرحها بشكل سريع بعد دخول الكنيسة إلى عملها قد نشهد إعادة إحياء برناعي خطة برافر على تلك الصورة أو صورة شبيهة بها التي تنتزع عمليا أراضي بدول العرب في النقب وتهجر وتهدم 32 قرية سيتم طرح قانون القومية على أغلب الظن لأنه لم يعد هناك داخل الحكومة من يعارض مثل هذا القانون وهي حكومة ستكون أيضا عريضة بحيث تكفل لنفسها الدوام دورنا أعتقد بأنه سيتم تركيز دورنا في أولا إظهار معارضة نضالية ضد كل هذه المخططات ويجب أن يتمحور ليس فقط في العمل البرلماني إنما استثمار هذا المد الجماهيري الذي تجلى في عملية التصويت ودعم القائمة المشتركة والرغبة بالفعل بتشكيل قوة ضاغطة من داخل البرلمان إلى أيضا عمل جماهيري يتكامل ويكمل النضال البرلماني سيدة عيدة هل قررتم من ستسمون رئيس الحكومة أم ستمتنعون عن الأمر نحن لسنا بحاجة لأن نوصي بأي من الأطراف لأنه من الواضح أن نتنياهو هو الذي سيكون من سيركب الحكومة اليوم لديه مع حزبه الليكود قاعدة عريضة يعني 30 مقعد هذا يشكل له إمكانيات واسعة خاصة في تحالفه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تمثل حركة الاستيطان وتمثل التيارات العنصرية وهناك أيضا حزب يحد الذي شكله كحلوني الذي هو في الماضي أصلا من حزب الليكود وبالتالي هو أيضا أعلن في السابق أنه لن يدخل الحكومة تعتمد على أصوات العرب فبالتالي نحن معفيين من هذه المسألة لأنه من الواضح أن هذه الحكومة ستكون حكومة يمينية يعني لن تسموا أحدا وليس هناك فرص بدائل لها على أغلب الظن لن نسمي من الأمور الملفتة في هذه الانتخابات طبعا إضافة لنسبة التصويت التي وصلت إلى 70% في الشارع الفلسطيني في الداخل تقريبا يعني بين 90% وال98% نستطيع أن نقول من الأصوات العربية صبت لصالح القائمة المشتركة ما دلالت هذه الأرقام هذه أولا تعكس رغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية الفلسطينية الحقيقية بأن تستكمل هذه الوحدة وأن نكون بالفعل سد منيع أمام المخاطر التي يراها كل إنسان عربي في هذه البلاد من هجمة عنصرية ونزع شرعية عن كيانه وعن وجوده وهي ترجمة لرغبة الجماهير العربية في أن يكون لها عمليا ركيزة واضحة وأن تشكل قوة داخل البرلمان الإسرائيلي هي أيضا مؤشر إلى عزوف هذه الجماهير العربية عن الأحزاب الصهيونية حيث تم بالفعل تقليص حجم الأصوات التي كانت في الماضي تذهب للأحزاب الصهيونية على شتى أشكالها وأنواعها وتياراتها وهذا أمر بحد ذاته يعني مثير للأمل والتفاؤل حيث كانت إحدى أهم أسباب هذا التوجه نحو القائمة المشتركة هو أيضا طرح سياسة جديدة وبلورة وعي وطني بشكل أكبر لدى جماهيرنا العربية يقودوا بالتالي إلى التصويت للقائمة المشتركة وأعتقد بأننا بالفعل نجحنا بتحقيق هذا الهدف الذي يبنى ويستثمر يعني يبنى عليه ويستثمر مستقبلا سبعين بلئة مشاركة يعني نستطيع نقول أن الوحدة الفلسطينية انتصرت على المقاطعة الفلسطينية بالتأكيد بالتأكيد يعني هي أكثر انتصرت على حالة العزوف والمبالاة حيث أن غالبية من لم يكونوا يصوتوا هم ليسوا من المقاطل العين ايدولوجيا يعني أو فكريا للبرلمان وإنما كانت أكثر نوع من العزوف وحالة من الإحباط سادت لدى قطاعات من جمهورنا أدت به إلى عدم المشاركة في الانتخابات لشعوره بعدم الجدوى من هذه المشاركة نحن خلقنا حالة جديدة فيها يشعر الإنسان العربي بأنه قادر على أن يصوغ مستقبله بيده قادر على أن يقرر إلى أين وجهته وقادر على تبني برنامج وطني سياسي يهتم أيضا بقضية شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال وتحرره من هذا الاحتلال ولكن أيضا يهتم بقضايانا الخاصة نحن كجماهير عربية فلسطينية نسعى للاعتراف بنا كأقلية قومية مع كل ما يحمل الأمر من مساواة في الحقوق المدنية والحقوق القومية أنت كأمرأة سيدة عيدة تومة وأنت المرأة الفلسطينية الثانية تدخل لكنيسة ضمن هذه القائمة هل هناك رمزية معينة لدخولك كأمرأة عن الجبهة الديمقراطية وما هي خصوصية دخول شخصية مثل عيدة تومة ناشطة من زمان في مجال دفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق وكل ما إلى هناك إلى الكنيسة أي نوع من العمل ستقدميه من الواضح أن اختيار ثقة رفاقي في الجبهة الديمقراطية وانتخاب للموقع الثاني داخل الجبهة من بين قائمة المرشحين هو فيه دلالة عميقة إلى إيمان هذه الكوادر بأن لدي ما أقدم أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي لأن كما تعلمين أنا ناشطة أيضا في القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة تحديدا وبعد ذلك تبني هذا الترشح عمليا في القائمة المشتركة وكوني أدرجت في الموقع الخامس أعتقد فيه مقولة واضحة أولا إلى اهتمام القائمة أيضا بالنشاط السياسي العام هذا واضح وطبيعي ولكن أيضا بالقضايا الاجتماعية وبقضايا المرأة بشكل خاص نحن نأمل بالفعل وأنا سأسعى جاهدا للعمل على العديد من القضايا التي تؤلم مجتمعنا والمعاناة التي يتعرض لها مجتمعنا إذا كان على مستوى قضايا الفقر إذا كان على مستوى قضايا المدن المختلطة وأنا آتي من مدينة مختلطة مدينة عكا حيث يعاني السكان العرب فيها من ضائقة سكانية من محاولات تهويد وترحيل من ملاحقات ومضايقات إذا كان في مستوى أعمالهم اليومية أو في مستوى بطالة عالية كل هذه القضايا أيضا على مستوى العام وليس فقط في المدن المختلطة إنما معاناة جماهيرنا العربية في قضايا الأرض وقضايا السكن عشرات ألاف البيوت المهددة بالهدم حجج البناء غير المرخص عدم وجود خوارة هيكلية للقران ومدن العربية لتستمر عملية السلب والنهب للإحتياط القليل المتبقي من الأراضي هذه كلها قضايا تشغل بالنا وهذه قضايا التي يجب أن نعمل عليها طبعا بالإضافة كوني ناشطة نسوية وكوني آتي من خلفية في عمل طويل في المجال النسوي سيجعلني أركز أيضا على العديد من القضايا النسوية من ضمنها حماية المرأة من جميع أشكال الإضطهاد وكذلك توفير فرص عمل للنساء العربيات اللواتي يعانين من بطالة واسعة سريعا نجب أن ننهي ولكن أي لجان ستطالبون بها في الكنيسة بشكل سريع نحن نحن سنطالب أولا أن يكون لنا تمثيل في جميع اللجان هذا حقنا نحن القوة الثالثة في الكنيسة سنطالب أيضا برئاسة لجان لأنه يحق لنا أن يكون لنا رئاسة لجان طبعا كنا نفضل أن تكون هذه من اللجان ذات الوزن والتي تقرر بقرارات هامة مثل قضايا الميزانيات أو قضايا الداخلية التي تعنى بشؤون العرب جميعا ولكن لن نتنازل عن حقنا في أن نكون ممثلين في جميع اللجان لأن لنا مقولة ولنا طرح في جميع القضايا التي تبحثها اللجان البرلمانية شكرا سيد عيدة تومة طبعا هناك لجنة من الواضح أننا لن نطالب بها خرجية والأمن شكرا لك سيد عيدة تومة عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة والجهد ديمقراطية للسلام والمساواة أشكرك كنت معنا من الناصر اعتمدت حركة حماس وسيلة جديدة لتتحدث مع الجمهور وتتواصل مع الناس فقامت بمجموعة مقابلات مع عقدتها على موقع تويتر على أن يجري المقابلات المغردين أي أن يطرحوا أسئلتهم واستحدثت لهذه الغاية واسمتها أسك حماس أو إسأل حماس لتتم الإجابة على هذه الأسئلة نشاهد الآن بعض من هذه الأسئلة وبعض من التفاعل الذي كان على تويتر الملفت أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أسماعيل هنية كان من بين المسؤولين الذين أجابوا على الأسئلة وكان ضيف لأسك حماس إضافة إلى أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة هذه الوسمة لاقت إقبالا كبيرا على مواقع التواصل ربما إذا أردنا أن نشاهد الآن جرافيكس خاص بالأرقام على تويتر كم بلغت نسبة التويتس وكم بلغت نسبة الذكر أسك حماس على موقع تويتر لا شك أنها نسبة كبيرة حتى كانت من الموست تريندينج سنشاهدها بعد قليل توب كونتريز الأكثر البلدان التي استخدمت هذه الوسمة كانت الولايات المتحدة الأمريكية 53.3% تأتي من بعدها البريطانيا كندا إسرائيل أيضا استخدمت هذه الوسمة تركيا وفرنسا من الأمور الملفتة والتي كانت متوقعة ربما هذا ليس أمر يخفى على أحد كيف تعاطت إسرائيل مع هذا الأمر عبر الإعلام وعبر أيضا تجنيد ناس لكي يسألوا أسئلة يعني تهكمية ويردوا على هذه الحملة ويقوموا ب حملة مضادة ربما هنا نشاهد فقط لو سمحتم كيف أن هاشتاج أسك حماس كان من الموست تريندينج على تويتر في بريطانيا كان من أكثر التغريدات أو أكثر الوسمات التي غرد فيها إذن هذا فيما يتعلق بإسرائيل كيف ردت على الحملة وكيف استسخفت بالموضوع وهنا لابدنا الإشارة لأن كان هناك خوف في إسرائيل أو نوع من ارتباك حول هذه الطريقة التي اعتمدتها حركة حماس ولكن في المقابل كان هناك أسئلة تتحدث عن صمود الغزاويين عن الحركة مثلا كان هناك كثير من الأسئلة لا أدري إذا كانت موجودة أمامي ولكنني قرأتها قبل أن ندخل إلى الستوديو تتحدث عن كيف استطعت حماس مثلا أن تصمد في غزة كيف تستطيعون أن تبنوا الأنفاق كيف تستطيعون أن تؤمنوا حاجتكم اليومية رغم الحصار الذي تفرضه إسرائيل يعني كان هناك تعاطف إنساني ملفت في هذه الحملة لحركة حماس متابعتكم مشاهدينا بإمكانكم التواصل معنا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان على الفيسبوك أو تويتر أو حتى أيضا عبر الإيميل شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة